السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شهور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله بلغ رسالة وعند الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع اسم الله المتكبر فما معنى المتكبر وما المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا الاسم وكيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه المتكبر ووصف بعض المخلوقين بأنهم متكبرون ثم ما علاقة هذه الصفة الكبرياء بهذا الكبر الذي يدعيه المخلوقون وما عاقبة هذا الكبر وما سوأته وكيف يتخلص من ابتلي بالكبر منه هذه الأسئلة وهذه المعاني هي التي نريد أن نعيش معها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم فابتداء ورد اسم الله المتكبر في آخر سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ووردت صفة الكبرياء في سورة الجاثيح قال الله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ورد هذا الاسم وتلك الصفة في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر وأصلهم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه قال عبد الله بن عمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يده هكذا يقبل بها ويدبر ويقول يمجد الرب نفسه يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى قلنا إنه ليخرن به يعني المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان ينفعل له النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن قيس والحديث أخرجه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى وكذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاره والكبرياء رداءه قال الله تعالى فمن ينازعني عذبته أي من نزعه في صفة من تلك الصفتين فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبه لكن ما معنى المتكبر وما أصلها في اللغة إن كلمة الكبري في اللغة تدل على التعاظم والتعالي والترفع وأصل الكبري والكبرياء من الامتناع وعدم القياد وأصل الكبري والكبرياء من الامتناع وعدم القياد وأما الكبر فإنه نبت معروف ويقال للطبل الذي له وجه واحد كبر وأما الكبر فإنه بمعنى الشيخوخة أي ضد الصنر والذي يعنينا هو المعنى الأول الكبر والذي يدل على التعاظم والتعالي والترفع وأصله من الامتناع وقلة للقياد وهذا المعنى حق في ذات الله سبحانه وتعالى لكن عن أي شيء تعاظم رب العالمين وتعالى وترفع قال ابن عباس وقتاده وغير واحد من السلف إن هذا الاسم المتكبر تنزيه لله عن كل سوء فهو الذي تعالى وترفى عن الظلم وعن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص لا يليق به سبحانه وتعالى ترفى عن الظلم وترفى عن كل سوء لا يليق به سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى المتعالي العظيم القاهر لكل من يتكبر من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه في هذا الحديث فمن نازعني عذبته وفي رواية قصمته نعم فإنه لا يليق بالمخلوق أن يتخلق بهذه الصفة ومن معاني اسم الله المتكبر التي ذكرها بعض السلف أن المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق أن المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق بمعنى أنه لا يشبههم وصدق الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهنا يأتي الإشكال كيف نجمع بين اسم الله المتكبر لله سبحانه وتعالى وبينما وصف الله سبحانه وتعالى به بعض المخلوقين بأنهم متكبرون كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والجواب أن المتكبر سبحانه ليس كالمتكبر من المخلوقين فالكبرياء لله صفة كمال ومدح والتكبر في المخلوقين صفة ذم ونخص لماذا؟ لأن المتكبر سبحانه وتعالى هو الملك هو الجبار هو مالك الملك وخالق الخلق الملك ملكه والأمر أمره سبحانه خالق كل شيء فإذا تكبر فذلك لأنها صفة تلازم ذاته المقدسة سبحانه وتعالى ولأنه له الحق في ذلك كل الحق أليس الخلق خلقه؟ أليس الملك ملكه؟ أليس الأمر أمره؟ أليس التدبير تدبيره؟ فلماذا لا يتكبر؟ فإذا تكبر سبحانه وتعالى فإنما يعلم عباده ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يعرفوه من جلالته وعظمته سبحانه وتعالى وأما المخلوق فلماذا يتكبر؟ فإذا تكبر المخلوق فإنما يجمع نقصا إلى نقص فالنقص الأول هو نقص ذاته لأن المخلوق ضعيف لأن المخلوق جهول لأن المخلوق ظلوم الذي خلقه قال ذلك وأخبر عنهم قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا وقال الله سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا هذا المخلوق الضعيف الظلوم الجهول على أي شيء يتكبر تؤذيه البقة وتشوشه الذبابة وتأكله الدودة يجوع فيحتاج إلى الطعام ويشبع فيحتاج إلى أن ينام على أي شيء يتكبر فهو ناقص بذاته فإذا تكبر فإنما يدعي ما ليس له فيجمع بذلك فيجمع بذلك نقصا إلى نقص ويجمع بذلك كذبا إلى نقصه الذاتي حينما ادعى ما ليس له ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذم المتكبرين وجعل عاقبتهم وخيمة فالكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده ولذلك ختمت الآية التي في سورة الحش بقوله تعالى سبحان الله عما يشركون لأنه لا ينبغي أن يشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه الصفة أحد البتة لا يجوز أن يتصف بالكبرياء إلا الله وحده ولذلك قال سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وتقدم الجار والمجرور يفيد الاقتصاص أي له